موسيقى طيب صلوا بنا على النبي وكل من له نبي يصلي عليه عليه أفضل الصلاة والسلام عايزين نقعد نتكلم بالراحة وبهدوء بقى مع السادة الخبراء خبراء الاقتصاد في ايه القرارات الاقتصادية الجديدة والشكل اللي حاصل ده على مدر اليوم ايه أهميته ده بالنسبة للقرارات طيب واللي حصل تأثيره ايه خلونا نرحب بضفنا العزيز دكتور محمد شادي خبرنا الاقتصادي منورنا داخل الستوديو ازاي الصحة كن تمام طيب نبدأ منين هل نبدأ بالقرارات اللي واخدها الدولة ولا نبدأ بما أدى الى هذه القرارات وسعر الدولار وكل الكلام ده نبقى بالمقدمات الاول يعني نبدأ احنا وصلنا للنقطة دي ازاي احنا وصلنا للنقطة دي زي ما حدك عارف احنا بقلنا دلوقتي يعني من 2018 ربع سنة على التوالي الاقتصاد العالمي يتعرض لأزمات الاقتصاد العالمي يبدأ من 2018 بأزمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حرب تجارية واسعة النطاق الاقتصادين الأكبر في العالم 24% من حجم الناتج المحلي من حجم الناتج الإجمال العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية 16% للصين بيحربوا بعض بيحاولوا يقللوا هما الاثنين لاستراض وبيحاولوا يقللوا الوردات بتاعت يعني الترفين من بعض يعني ده بيؤدي إلى ان الاتجارة العالمية تقل معدلات المعدلات التضخم تتراجع والعالم يبدأ ينخل فيه شبه معدلات ركود وده يؤثر على مجمل نتاج المحلي الإجمال العالمي ويؤدي إلى انتشار البطالة في عدد كبير جدا من الدول التأثير ده حصل عندنا في مصر وشهادنا في وقتها تراجع لمعدلات مرور السفن في قناة السويسة بتراجع معدلات أصل التجارة العالمية بعد كده سلمتنا الأزمة دي لأزمة تانية اللي هي أزمة كورونا الأزمة دي بدأت في 2018 وانتهت في 2020 بدأنا في 2020 بأزمة كورونا أزمة مسيطرة تماما أغلقت جميع النشاطات الإنتاجية غلق النشاط الاقتصادي بشكل عام الدنيا كلها نايمة الدنيا كلها وقفة تراجع ضخم جدا للطلب على السلع والمواد الأساسية حدث شفت البترول في وقتها نزل لأدنى معدل في تاريخه لعقود الأجلة منه يعني نزل تنساني 30 دولار وربعة 30 دولار في يوم من الأيام متوسطة السنة كلها كان عنده 18 دولار وده سعر زي متوسطة التسعينيات الدول المنتجة للنفط في الوقت ده تحاولت محاولات مارسونية ومفاوضات مارسونية علشان تتراجع عن إنتاج النفط يعني عشان يبدأوا يتسيطروا على السوق تاني ويبدأوا يرفعوا المعدلات من تاني نجحت بعد مفاوضات مارسونية التزمت بالأسعار دي دخلنا بقى من الإغلاق التام إلى الفتح التام الناس كلها مع الموجة الأولى بتفتح كلها في نفس الوقت المشاركة الإنتاجية كلها أفلة والطلب زياد جدا المصانع كلها وقفة الناس كلها عاوزة عربيات لما رجعنا نفتح المصانع كلها وقفة الناس كلها عاوزة موبايلات وتلفزيونات المصانع كلها أفلة والناس كلها عاوزة منتجات الزائية وهكذا عارضه قليل جدا طلب جارث يؤدي إلى تضخم مرتفع للغاية يسللنا الأزمة جديدة اسمها أزمة السوبر سايكل أو الدورة الفائقة جميع السلع الأساسية من غزاء نفط معادن بتشهد ارتفاعات ضخمة جدا ارتفاعات عالية جدا وصعبة للغاية تسللنا الأزمة دي إلى نوع من أنواع المناكفات السياسية ما بين روسيا وأوروبا تبدأ تضغط روسيا عن طريق وردات صدراتها للغاز يبدأ نشعر بارتفاع في مستوى التضخم لأن طبعا حضرتك عارف البترول هو اللي بيحرق كل حاجة أو النفط أو الجاز هو اللي بيحرق كل حاجة فوق التضخم اللي كان موجود أصلا عشان نشهد أعلى ارتفاع لمستوى الجزاء في تاريخ مؤشر الفاو وي سي دي من 1980 أعلى ارتفاع في تاريخ المعادن من أول لما البنك الدولي عمل بينكشيد بتاعته اللي هو المؤشر الحاكم يعني في الموضوع دوت واحد من أعلى المعدلات في تاريخ البترول قريب جدا من المعدل بتاع 2008 اللي وصلنا فيها عند 47 دولار الأزمة بتاعته التضخم المرتفع دي تسلمنا الأزمة جديدة أزمة الحرب الأوكرانية الروسية اللي الدولتين فيها واحد اتنين من أهم مصدر السلع الأساسية في العالم سواء الغازة سواء المعادن سواء النفط يعني أو الطاقة بشكل عام وبالتالي تضخم فوق تضخم فوق تضخم فوق تضخم يوصل المعدلات تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لـ 97% أعلى معدل من 40 سنة يوصل التضخم في منطقة اليورو لأعلى معدل منذ أطلاق العملة الموحدة تضطر الولايات المتحدة الأمريكية ترفع أسعار الفايدة مرتين وعلى بعد زي ما حدث قلت في المقدمة يبدأ البنك المركزي الأقعوب يقول أننا نبدأ أن ناخد سياسة تجديدية هنرفع معدلات الفايدة وهو أقاني لتدخلنا في السوق المفتوحة وفي نفس الوقت يجي لنا البنك المركزي الإنجليزي يرفع معدلات الفايدة بنصف في المية بنوك الخليج تسبق القرارات دي وترفع بواحد في المية ونبقى إحنا مضطرين حاجة من الاتنين أيما نحفظ على السمارات الموجودة في مصر بإننا نقدم لهم عروض مغرية تخليهم موجودين إما ينتقلوا فورا إلى السوق الأمريكية أو السوق الأوروبية ونخسر السمارات في أزون الخزانة عشان النهاردة البنك المركزي بعد أربع أيام من مراقبته للسوق وبعد أربع أيام من مراقبته الفاحصة لكل التغيرات اللي بتحصل في السوق المصري يبدأ ياخد قرارات متوازية بأنه يحافظ على السمارات وفي نفس الوقت يحمي المصريين وبعدين تدخل وزارة المالية معاه من الجانب المالي عشان هنضاك يعرف أن الساسة الاقتصادية لها جناحين الجناح الأول هو الجناح النقدي والجناح الثاني هو الجناح المالي تدخل تحجز على المصريين وتحط لهم حاجز كده يمنعهم من الصدمة اللي هتصدمهم بسبب التطورات الاقتصادية العالمية وبعدين تقدم لهم انفاق أزيد جنيهات أزيد في أدهم هو الجنيه اللي رفعت أسعار الفاعدة بتاعته ده إمت الشرائية قالت صح فأنا هتديك جنيهات أكتر عشان إمت الشرائية ترتفع سيبقى أنا وزنت لك الصدمة إلى حد النهاية ده يعني باختصار سريع كده جميل جدا وكان اختصارا رائعا غير مخل على الإطلاق إذن البنك المركزي في إنجلترا رفع نصف المية البنوك الخليجية رفعت واحد في المية اتحاد الأوروبي بنوك المركزية رفعت الفايدة أمريكا رفعت الفايدة مرتين انت مش عاكبك أن البنك المركزي المصري رفع الفايدة عندنا دي غريبة قوي عموما فاصل ونكمل الكلام مع دكتور محمد شادي يشرح لنا بقى يعني هو اختصر لنا بغير إخلال على الإطلاق بل بالعكس بمنتهى السرعة والتبسيط اللي حصل عشان نوصل للنهاردة طيب النهاردة حصلت القرارات والإجراءات بتاعة مجلس الوزراء المصري دي بقى اللي احنا هنشرحها مع دكتور محمد شادي بعد الفاصل طيب شرح لنا دكتور محمد شادي إيه اللي جرى وصولا إلى هذا اليوم وكان هذا اليوم يوم مهم جدا اقتصاديا لمصر ويوم مهم جدا للمواطن المصري علشان الحكومة بتاخد قرارات تهدي تطمنه تقوله ما تقلقش على الإطلاق بعمل إيه بقفل التليفون عشان مشوف الحاجات المنشورة قد يكون فيه أي شيء جديد خلونا نرجع مرة تانية دكتور محمد شادي ونحن نحب نرحب به كضفنا عضيف عزيز علينا وخبير اقتصادي زي ما نقول كده بالبلدي الفصيح فهمان قوي اللي حصل النهاردة ايه بقى طيب اللي حصل النهاردة ببداية كده البنك المركز الصبح أخد قرار قرارين مع بعض يعني علشان يحمي زي ما قلت الحكومة كده التطفقات النقدية من إن هي تخرج ليه الخارج الهوتماني ما يغربش ده مش الهوتماني الاستثمارات عموما وموضوع الهوتماني ده موضوع صغير لأنه عندنا حدثنا تلتة أنواع من التطفقات النقدية التطفق الأول هي تطفقات في أدوات الدين المصرية وده اللي بيتسمى يعني هووتماني الحاجة التانية هي التطفقات إلى البورصة المصرية وتطفق تلتة وقت تطفقات لإستثمار الأجنب المباشر اللي بيدخل يعمل مصانع التلاتة النهاردة استفادوا من قرارات البنك المركزي والبنك المركزي كان يستهدفهم في قراراته رغم أنه حدثك ممكن تقول إزاي التصمار الأجنب المباشر يستفيد ده انترافات الفايدة أقول لحادثك بالتفصيل التالتة أي اللي حصل فيه أول حاجة الهوتماني دول نوعين اللي هما التصمار في أدوات الدين دول نوعين النوع الأول ده ما وجود في مصر وده هيستفيد بشكل مهم جدا لأنه سعر الفايدة ارتفع وسعر الفايدة ده حدثك عارف أننا مش بنتكلم عن سعر الفايدة العالي حيث نتكلم عن حاجة اسمها سعر الفايدة الحقيقي وسعر الفايدة الحقيقي ده هو الفرق ما بين التضخم وما بين الفايدة اللي بيديها البنك لأننا في الأخير لما نبدل حدثك الفنوس بتاعتي عاوز أخذها عند سعرها الحقيقي فكل ما تضخم يجي عليها كل ما سعرها يقل فلما أجي أحسب الفايدة بتاعتي بحسب على حاجة اسمها معدل الفايدة الحقيقي وده الفرق بين معدل الفايدة اللي بيدي البنك ومعدل التدخل لو حدك شفت الفرق عندنا النهاردة 5% في الولايات المتحدة الأمريكية كان سالب سالب 6% حلو الكلام يبقى احنا كده عندنا النهاردة القرارات اللي ترفعت النهاردة دي تفيد الموجود فعلا تبقى اللي جاي من بره انا عاوزه ييجي تفيده جدا ليه لانه اولا سعر الجنيه انخفض قدام الدولار بالتالي الراجل كان هيجي يفك الدولار بتاعه ب 16 جنيه هيفكه النهاردة ب 17-18 جنيه في تكلفة استثماره قلت تكلفة استثماره قلت واخد جنيهات اكتر الجنيهات دي هيحطها في البنك كان هياخد انباليح عليها 9% النهاردة ياخد عليها 10% قصد كان هياخد عليها 8% النهاردة ياخد عليها 9% يبقى اللي جاي الموجود استفاد واللي جاي من بره استفاد تبقى النسبة للإستثمار الأجابي المباشر استفاد ليه لانه ممكن تقولي دي رفع سعر الفائدة وده بالتالي هيجلي الاستثمارات عليه لا هو عمله حاجتين اول حاجة سبت له سعر الدولار الجمهوركي بالتالي الراجل ده هيجيب ورداته من الخارج بسعر 16 دولار ولما يجي بيع صادراته للخارج هيبيعها الدولار في مقابل 17 او 18 جنيه وبالتالي سعر المنتج بتاعه ينخفض في الاسواق العالمية بالتالي يبقى المنتج بتاعه بقى بينافس بشدة جدا لانه انخفض على الاقل 20% من غير ما هو انخفض اي حاجة خالص عليه يعني دلوقتي انا بدل ما كنت هبيعه القميز بتاعي مثلا بـ 20 جنيه هبيعه قصدي هبيعه مثلا بـ 15 جنيه هبيعه القميز بتاعي دوا بـ 14 جنيه ليه لانه تماما الدولار نفسه نزل من 16 جنيه لـ 18 جنيه فبالتالي تماما الـ 18 جنيه دول كانوا يشتروا الدول واحد فبالتالي انا حصل عندي وفر بـ 20% لما جايبيعه في الخارج انا كنت بقى 16 دولار 16 جنيه كانوا بيجيبه دولار دلوقتي الـ 18 اجيبه دولار بالتالي يبقى انا المستثمر الاجنابي المباشر استفاد المستثمر بتاع الادوات الدني استفاد والمستثمر بتاع البورصة استفاد لانه الاسول اللي في البورصة تماما انخفض لما الجني هنخفض لان البورصة عندنا مقاومة بالجنيه حسنا كنت النار ده تشتري سهم مثلا سهم مثلا اي شركة السهم ده كان السهم بـ 16 جنيه ده كان بالدولار واحد ب этой ال� attackers الدولار ده بقى ب 18 جنيه بالتالي تمنى السهم نفسه تمنى السهم تاك一定要 17% للأسهم أعلى. أعلى. بس كده. وبالتالي ده اللي عامل الطفرة اللي حصلة في أداء البورصة النهاردة. لأنه الأصول اللي في البورصة تماماها هنخفض بالنسبة للدولار. فاللي فاهم ده خل اشترك. بس كده. فده يبقى عندنا المستثمرين كلهم يستفادوا. طب المستثمرين يستفادوا. المواطن المصر تضر. ده 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 على طول المقابل ليه. تضر ليه. لأنه أول حاجة انت خليت الجنيه بتاعه رخص. وفي نفس الوقت رفعت عليه سعر سعر الأسعار أنك تستورد بالدولار. ده جير صحيح. ليه؟ لأن البنك المركزي رأي على الاتمين. أول حاجة منع الارتفاعات السعرية اللي على السلع. لما سبت سعر الدولار الجمروكي. بالتالي أنا منع يعني فيه الارتفاع صغير خالص من ستاشر من 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 خمساشر ونص إلى ستاشر جنيه. دول خمسين قرش بس فيه الستاشر جنيه كلهم. وأنا بالتالي سبتت لك السعر طول الفترات التي جاية والمستورد والمستهلك بقى عارف أن مفيش ارتفاعات سعرية على سعر الدولار. ده أول حاجة. طيب وبالنسبة للجنيه اللي قال عملت لك وعاء تاني بـ 18 في المية تقدر تغطف فيه في البنك. يبقى أنا زودت لك الإنفاق بتاعك زودت لك العدد القوى الشرائية بتاعت الجنيه اللي قالت أنا جدتك في مقابلها الجنيهات أكتر تقدر تعاوب بها فرق القوى الشرائية. أنا بحمي لك مدخراتك إم كان لديك مدخرات. أنا بقول لك شنو كل المصريين عمدهم فيه. لا ما بلسا جيلا حتكف. اللي عنده مدخرات أنا بحمي لك مدخرات. طيب اللي ما عندهش مدخرات يعمل إيه. جاي بقى وزارة المالية الجاتل من الجهة التانية تعالى. إنت بتشتغل موظف طيب خد زيادة. في الأجر بتاعك من الشهرات مش هنستنى لشهر سبعة. آآ. عن معاش خد زيادة من المرة دي. طيب عندك مصنع بلاش أنا بقول لك عندك مصنع صغير. ضربة الضربة العقارية أنا هدفع حالك. طيب عند. مش هدع لك السنة دي بس. تلات سنين. وبرحضك إن فيه فيه قرار مهم تاني جدا جدا جدا. ناس ما أخدتش بالها منه. إن إحنا رفعنا حد الإ إعفاء الضريبي لجميع الدخل لجميع الموظفين من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه. ده يستثن شريحة واسعة جدا. هنرفو على حضراتك برضو الدخل بتاعك. يبقى أنا كده دخلت حوط المصريين. وليس. ضريبة الأرباح الرأس ما لها بقى في البورس. صحيح فندم صحيح. أنا بس أقول لحضراتك إن حضراتك إحنا بصدنا خلص للراجل المصري اللي ما عندهوش أي. اللي ما عندهوش لامو الدخلات وعندهو حاجة عايش على مرتبه. الراجل ده اتحمل نهارده. خبال ح حضرتك إن إحنا إحنا كده كده مضرورين. العالم كله متعور بسبب اللي بحث عن بقول لك حتى الولايات المتحدة الأمريكية متعورة. الاتهالي أربو متعور. فأنا كده كده متعور في وسط الأزمة دي مع الناس كلها المتعورة. لكن أنا بقى إيه. التعورة من اللي أخذها الإدارة اللي أخذتها. الدولة اللي أخذتها. لأن الدولة اللي قدرة تستحمل شوية. ده كله جاي من الدعم اللي حصل ده كله جاي من حاجته. الموازنة اللي عملت الدولة عن طريق الاحتوات بتاعتها. 130 ملي مليار جنيه تحطه النهارده فيه. الحزمة الدعم بتاعة والزواج المالية والبنك المركزي هو اللي هتحمل الفائدة. يعني قدر أقول. وحزور المصطلح والسادة المشاهدين برضو يعطي عزور المصطلح. بالبلد كده هو فيه خبطة اقتصادية جاي. أدي المواطن وادي الدولة. رحات الدولة واقفة واخد الخبطة دي في صدراء هي. صحيح. ده حرفين هو اللي حصل. ده حرفين. ده حرفين هو اللي حصل. ولمواطن كده ما تقلقش. كل سنة ومت طيب. خليك وراء ظهري أنا حميك ده حرفين هو اللي حصل تدخل الدولة النهاردة كان تدخل رائع مكتمل للجوانب وعلى فكرة أنا لسه بقول لحضرتك أنه لسه الإجراءات ما دخلتش سوء وأول لما تبدأ الإجراءات تدخل حنبدأ ناشعر بارتيح والأزمة اللي احنا فيها دلوقتي دي يعني أزمة مؤقتة خبرا حضرتك الوقت اللي ادخلت عمل ده لمدة سنة الدريبة العقارية مثلا دي المدة 3 سنين إزاي ده في المرتبات دي المدة سنة في ظل أن الأزمة اللي احنا موجودين فيها احنا بنتكلم على كمان شهر الأزمة روسية الأوكرانية كمان شهرين كمان 3 شهور ده كده زيادة المرتبات والمعاشات عمليا سنة و3 شهر آه فاندب أنا بقول لحضرتك أنا بقول لحضرتك نحنا عندنا على الأقل سنة هو موجودة معنا وصولة زي محضرتك بتقول عشان الموازنة بدأ من الأرض إزاي بدأ من الشهر ده قبل الموازنة بترات شهور فأنا دلوقت الأزمة اللي احاسس بها دي خبال حضرتك أنا حاسس بأسعارات تدخم دلوقت بس كلها جاء من الخارج تدخم مستورد يعني الناس بتقول نحنا عندنا أسعارات تدخم مرتفعة خير الشهرين الفاتو لا ده من الصحيح احنا مستوردين تدخم من الخارج مع ارتفاع أسعار السرعة الأساسية سواء الأغزية أو الوقود بالذات دول أنا مستوردهم منبرد بمجرد لما الأسعار بردت هنخفض بالتالي أنا كمان أسعارات هنخفض وبالتالي الحزمة دي كلها هيشعر بيها المجرد لما يحصل تسوية في روسيا ويبدأ البحر الأسود ده يتفتح تاني ويبدأ يقرق لنا المنتجات البترولية منه والمنتجات الجزائية تاني الدنيا هتسترخي بشكل كبير جد بالإضافة لأنه الحزمة ده حصلت النهاردة أن القرارات البنك المركزي مشجاعة كبير جدا من المستثمرين أنه يدخل وده يدخل تدفقات دولاري قبل ما يدخل لحظاتك بحوالي ساعتين السيدة بتاع إمارات أبو زبد أعلن عن دخول 2 مليار دولار أصوح وبالحظات ده ما فيش مفيه مجاملات يعني قال الأشقاء في الإمارات دايما معنا وإحنا بيدعمهم ما بيدعمهم وكل حاجة لكن السمارة فيه مفيه مجاملات السندوق داخل يشتري أصول جيدة لإيمة بتامن منخفض زمانات الحضرات لأنه النهاردة مثلا كتالشركة مثلا تمانها بانك من البنوك المهمة يعني ما قدرش أقول اسم يعني الناس كلها عارفة فإحنا داخلين الناس داخلها بتشتري في الوقت دوت لأنه وحس إن فيه أصول جيدة يقدر يشتريها بتامن أرخص من المكانات عليه هو في حاجة اسمها أن أنا ضخ 2 مليار استثمرات فاقتصاد هاش اقتصاد ضعيف لا فندم ده خبار حظك ده مين اللي بيستثمر ده صندوق السروة السياجة ده الصندوق اللي بيبمن حقوق المواطنين بتوقع أبو زبد للمستقبل يعني السيدة تبقى موجودة عشان تبمن حقوق الأجيال القادمة صندوق السياجة ده اللي هو الصندوق بتاع الدول أي فندم عشان كي أقول لحظك أنه ما فيش فيه مجاملات احنا طبعا نشكر الإخوة الإماراتيين يعني أنهما يعني دايما فيه شراكة ما بيننا وفيه تعاون يعني وكل الخير الكل كسبان بس كده فإيه أنا أصدر لحظك أنه الحزمة كانت مكتابلة الأركان مشجعة المستثمر مشجعة المستثمر سواء بقى بمختلف مستويات ويعني بتاع الدين أو بتاع البورصة أو بتاع السمار اللي المواشر وعلى فكرة حناشها بمزيب منه لأن الدولة قبل اللي كان بحصل ده أصلا كان عندها اتجاه واسع جدا لأنها تدعم قطاع الصناعة بشكل واسع وبذلك قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كانت وزيرة الصناعة كانت عاملة يعني شوية تصرحات وشوية مشروعات مع بعضها كانت بيقول أنها تطرح أكتر من 16 مجمع صناعي لمشروعات الصناعة والمتوسطة كان عندنا حزمة تحفيزية ندمج فيها لمشروعات الصناعة والمتوسطة كان عندنا مجموعة من الحاجات دي شغالة وكان عندنا برنامج إصلاح اقتصادي إطاري أو هيكالي بيعدل بنية التشريعات والإجراءات اللي بتحصل في المقصد المصري كله عشان تستثمرين مستثمرين الأجانب مع عدوات كان عندنا كمان حزمة تحفيزية لقطاعات الإنتاجية 100 مليار جنيه كان البنك المركزي أتاحها لقطاع الإنشاءات لقطاع السياحة لقطاع الصناعة عشان تكمل في النموها بمجرد لما الدنيا دي ترتخي هنبدأ نشعر به النمو منطلق إن شاء الله طيب أنا هستأذن هطلع الفصل الأخير بتاع الحلقة عايزة أرجع بقى على مسألة زي ما كنتم نكلم قلتلي أنا بس كان لازم مشرح لك الدولة بتحمي إزاي المواطن بإجراءات حماية واضحة جدا علشان ما يتخضش وده كويس مرتبات تبدأ تزيد بدري عم عادها في 13 شهر تبدأ تاخد مجموعة من الإجراءات التسعيرية إلاخ 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 فأه هو سعر الجنيه بس أنا أدت لك فلوس أكتر فما تقلقش أنت زي ما أنت ويمكن كمان قدام هتبقى أحسن لما تبدأ الأسعار العالمية في الإنخفاض تدرجان وده جاي جاي والسنة دي بالمناسبة بس خلوني الأول أروح لفاصل ونرجع مرة تانية الدكتور محمد شادي خابرنا الاقتصادي داخل الستوديو استنونا بعد إذنه أهلا بكم معنا مرة تانية طيب تعالوا نكمل مجدد ترحيب ضفنا العزيز الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شادي ويمكن الخمس دقيق اللي جايين دول إحنا عمينا نكلم في الفاصل يا ترى هناخد فيهم إيه ولا إيه لكن طيب تعالوا نشوف الإجراءات دي هل هتفيد قطاعات الإنتاجية المصرية في شيء وإزاي قطاعات الإنتاجية المصرية تستثمر هذه الإجراءات الاستثمار الأمثل فينعكس على المجتمع بشكل عين أولا هي الإجراءات هتفيد النمو طويل الأجل للقطاعات الإنتاجية بتاعتنا يعني مثلا قطاع السياحة النهاردة المفروض أن تكلفة ليلة السياحية الواحدة تنخفض بشكل كبير جدا بعد الإجراءات اللي حصلت دي عشان فروق السياحة طبعا بأول حاجة الحاجة التالي مش بس كده كمان هو مش فروق السياحة بتاعت الدرار بتاعت الإقامة وكمان الإنفاق جوا مصر طبعا بقى الإنفاق يعني متراجع بشكل كبير جدا بالتالي السياح بدلا ما كان هيجي مثلا ينفق 500 دولار هينفق 400 دولار هينفق 200 دولار وهيقضي نفس الفترات نفس الإقامات نفس كل حاجة فبالتالي المفروض ده يزود عندنا يعني السياحة يعني وخاصة مع تراخي بقى إيه بتاعت الكورونا فده بالنسبة للقطاع السيحة بالنسبة للقطاع الصناعي القطاع الصناعي عنده فرصة رائعة جدا لأنه زي ما أرى حدث كده إحنا مسبتين سعر الواردات عند 16 جنيه لدولار واحد في نفس الوقت اللي أنا ببيع فيه للخارج ب17 أو 18 جنيه لدولار واحد وده معناه أن أنا بشتري الحاجة بسعر أرخص وبعها في جهة مصر بسعر بالتالي التنافس بتاعي برا واضح للغاية التنافس بتاعي برا شكله مهم جدا هبقى بنافس منتجات في الجالب خارجة بسعرها الدولار العادي أنا عندي دلوقتي فرصة كبيرة جدا لأنه مو في قطاع الصناعي ثالثا بقى والأهم أن الدولة أصلا كانت مسبتة سعر الجاز للمصانع وده يقولون النهاردة عندنا فرصة كمان لأحدثك عالف أهم مدخل من المدخلات لأن تكفي كل المصانع حال الطاقة فإذا أنت عندك دلوقتي دعم من ناحية الطاقة لأنه إحنا يعني الطاقة زي ما حدثك شايف كده فيها الارتفاع الجنوني في الخارج الدول برا محرسوا إحنا عندنا تثبيت لسعر الجاز للمصانع فبالتالي ده يفيد بشكل كبير جدا في كمان في الإنتاج طب بالنسبة للقطاع الزراعي بالنسبة للقطاع الزراعي المنتجات اللي كان بتتصدر حضر كعالف أننا بتصدر منتجات كتير جدا من الخضروات ومن الفواكه يعني كان فيه أسواق ما بنعرفش ندخلها قبل كورونا دخلناها في كورونا بسبب القل في المعروض الأسواق دي نقدر نستمر فيها ونحافظ على وجودنا فيها بسبب انخفاض السعر اللي حصل من الدولار يعني دلوقتي الإجراء صحيح فيه سوق حظ كبير جدا بيواجهه الاقتصاد المناصر بسبب الأزمات المتتالية وبسبب الاقتصاد العالمي مموما يعني اللي إن احنا ممكن حقيقي نحول الأزمات دي اللي ناتل دينا وبشكل كويس جدا كان فيه أسواق ما بندخلهاش تهما زي السوق الأسباني زي السوق الإيطالي دلوقتي بقى عندنا قدرة كبيرة جدا ندخلها في ظل كورونا عشان كان فيه معروف أقل اضطروا يأخذوا المنتجات بتاعتنا نقدر نحافظ على وجودنا فيها دلوقتي بسبب ان السعر أقل وننافس المنتجات اللي جاية بقى من يعني البرازيل والمنتجات اللي جاية من الأرجنتين والمنتجات اللي جاية من تركيا لإن احنا عندنا سعر أقل ومستريح دلوقتي أكتر فيقدر نحافظ على مكاننا اللي أخذناها في وقت كورو بإذن الله دكتور أنا سعيد جدا بالمقابلة بتاعت النهاردة وتمنى أن احنا نتقبل كتير في الفترة اللي جاية ونتكلم ونشرح أنا عارف أنك ما نمتش بقى لك ثلاثة يهم وتتابع ما يحدث في العالم فأنا بشكرك جدا 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 على وجودك ألف ألف شكر لك دكتور محمد شادي خبرنا الاقتصادي يبقى اليومين دول يومين التصدير اليومين دول يومين تعرف تجيب فيهم فلوس من بره تعظم بها استثماراتك لما تقول يا كيفا عاوز بقى تشتغل بطريقة حمل وجري ده موضوع تاني بقولك أهو وخليك فاكر احنا النهاردة إيه 21 مارس 22 الساعة كام الساعة 11 56 دقيقة بالملي اللي عاوز يلم دولارات ويخزن ويكمر هتعيط علشان تروح تعرف تصرفها لأنه لما هيحصل انهيار درامتيكي في السعر تاتاتا قدام شوي انت اللي هتعيط نصيحة الوجه الله ما تعملش كده يوسف بيقولك ما تعيطش خلصت الحلقة لحد كده لو كلنا العمر نتقابل بكرة ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة 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 شكرا